سكوندال. اهلا وسهلا مرحبا بكم في برنامجكم سكوندال. يبدو معاكم منتوى حتى الماضي ساعة ونوص كما تعاوتوا معنا مجموعة من الفقرات في برنامجكم سكوندال. اليوم الحد تسعتاش مارس الفين وثلاثة اه وعشرين. رانية في الخران السليم في الديجيتال. ومعاكم مسامة كوتي باش نحكيه اليوم في حكاية تفضيح على موضوع واحدة من اهم واكبر فضائح المالية والسياسية في تاريخ اوروبا المعاصرة واللي هزت فرنسا في تسعينات القرن الماضي واللي تم من خلالها التحقيق معاري جال اعمال وسياسيين فرنسيين وافارقة لاختلاص اموال شركة طاقية باش ننجوا بالحديث على الموضوع هذا سينو كما تعاوتوا معنا سيني سكوندال الافلام ومواضيع الافلام تلقوا معنا في اخر البرنامج سينو خانا نبداو بعان الفضائحة. عن الفضائح. مش هحكيه اليوم في عن الفضائح اخترنا نحكيه على موضوع عنده تاريخ طويل برشا تاريخ اه يمتد لما راح التاريخية كبيرة وزادة باختلاف المجتمعات واختي نحكيه على ظهرة الباباراتزي اليوم نتسألو هل هي نابعة من المجتمع هل هي نتيجة تحولات الطارقة تاريخيا على المجتمعات في العالم يحضر معنا سيحبيب الرياحي الباحث في علم الاجتماع مرحبا يا سيحبيب. مرحبا بيك صديقي والسلامة ومرحبا يا مستمعي. اه خلنا بدايه بالنظارة هذي ظهرت الباباراتزي الي اه عندها تاريخ اه كبير تاريخ موجود من سنوات تطويل برشا بدايه في عديد البلدان اه وكان لاقتناص الفرص بالنسبة لتصوير المشاهير وآآ آآ غيره. خل حلوا الظاهرة هذي اجتماعيا كيف اشترعها? بو خليني نرجع تاريخيا شوي للظاهرة. وقت اللي يظور في الثلاثين ايه تقريب في ايطاليا وحتى المصطلح مصطلح ايطالي آآ سيسيليا بتآ مصطلح من سيسيليا خرج. وقت اللي كان في النظام الفاشي ايطاليا وقت مصطلح يحكم ايطاليا في الثلاثينيات كان آآ كان يستعمل تصوير المعارضين بتاعه وتمن المتمردين عليه. وصل حتى معناها صناع آآ صناع تشيني تشيتا معروفة برشا فمت مدينة لعرض الافلاع. وبدا تتطور بشوية بشوية واكيد بعد الحرب العالمية الثانية والي ايطاليا كانت منهزمين معناها. الشباب لايطاليا خستان في مدينة روما وروما مدينة سياحية كبيرة وكانت اغلب الافلام تتصور فاها معناها. كانوا الشباب من نتيجة الوضع الاجتماعي الصعيب برشا ونتيجة الفقر وكل شي ودولة خارجة من حرب. معناها كانوا كما قلت انت يا بكري ملتقطي صورها ذوما للمشاهير ونجوم الفنانيني قتاتوا منها ويدبروا منها كما نقولوا احنا في مصروف خاطر كانت وقتها في الوقت اذاك وقت اللي تقتنس تصويرها في وضع مخل ولا في وضع حميم الاحد المشاهير وتقايضوا عليها ماديا كانوا يربحوا منها برشا اسباب. دونك في الوقت اذاك كانت الاسباب نبعت من مجتمعات تعيش خليني اخوه لضافة الى الفقر انحلال معناها مجتمعيا اخلاقيا مهمش متفقين على منظومة قيمية كبيرة اللي مثلا تدين مثل هالسلوكيات هذي بشوية بشوية اللي تحولت من مهنة معناها. اما هي في عمقها معناها عمق اجتماعي فامتني من بعد السياسي في الثلاثينيات من بعد والت الاسباب اجتماعية معناها. واضح. دونك العمق الاجتماعي هذا اللي كنت تحكي فيه والمرحلة التاريخية هذي اه خرجت وظيفة خرجت مهنة اه للعموم اللي المهنة هذي اه مع الوقت تغيرت واتطورت وكأنه اه وليتك المهنة اللي مش الناس الكل ينجموها. دونك لهناه اه حتى من ناحية طبيعة المهنة تبدلت مع الوقت. اكيد جدا كما قلت لك هي بديت اه تقريب في القرن العشرين معناها في الثلاثينيات وبدت تتطور بشوية بشوية معناها كانوا ناس على موتورات معناها يلتقطوا تصور كانت الاساليب ولا الحاجات المستعملة في التصفير معناها التقليدية معناها مجرد كاميرا فهمني بشوية 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 اه اه اخذية التطور كبير ولت كما قلت انتي ولت ولت مصدر لكسب المال كما كما نقوله معناها كما نقوله اه احيانا الافراد اه وقت اللي يحس روهم عندوش مكان اجتماعي الاستاتيسات المهمة برشا فهمت في حياة اي انسان يولي يبتكر استراتيجيات اخرى وطرق اخرى للكسبه للمال اه حتى استاذنا خليل زميتي قال معناها القيم المادية معناها ولت من اكبر القيم اللي اللي تبني شخصية الفرد في الوقت هذية معناها ايش معناها وحتى وصل شابه معناها اللي متسلح مبادئ تقدس المادة وتعبد المادة سماها معناها وشابه بالفرد العري الانديفيدوني معناها الناس تحاول تبتكر كما قلت لك معناها وتخلق استراتيجيات بشوية بشوية ولت كم نخول خدمة الباباراتزي وخليني نخول طاو تسمع مثلا نقول لك بترين دا دا عمل برشا موشها دا حتى بحاجة بسيتة معناها يفاشخ في كعبة داليا ولا مشوفناها في مصر وكل شي معناها ولت وسيلة الكسب وولت حتى الناس تستثمر حتى في حياتهم الخاص بما عنه وسائل معناها التكنولوجيا اللي اتصال تطورت برشا السوشيال ميديا معناها منتشر وكيما نكونوا فيها احنا عنا كل فوذول نعرف وحياة العبيد دونك ولت خدمة ولت خدمة ولت خدمة طبعا معناها وراها كسب مالي كبير صحيح خلنرجو نحكيه في اخر الفقرة بتاعنا على مواقع التناصل الاجتماعي اللي غذيت المهنة هذي واصفحت آآ معطيه نجم وبرش عباد انهم آآ يخدموها بكل الاساليب اليوم نحكيه آآ على التاليفونات نحكيه على الكاميرا نحكيه على الوسائل التصوير هذي لكن خلنرجع في آآ الفكرة شخصية الانسان التي تميل لكشف الفضائح لكشف الاسرار وحياة الناس نجم نحكيه على انه الشخصية هذي متاع الانسان ينجم اي واحد يخدمها البابارازي من دماء انه الفضائح اصبحت آآ ينجم يستعمل لأي انسان. ليه يا صديقي ما ما تصورش وحتى فهم البابارازي معناه التقط وصور معناها حميمية وصور فاضحة لكن خستان في لبنان معناها صارت لكن في اخر لاحظة وكانه وضميره صحا واتعهد انه ما ينشر هيش معناها وقال انه مش غايته بش يكسب المال ولا الشهرة معناها كيكا فوذول وكي ما قلت لك في الحسة الانسان بتبيعته مهوس بالفضائح حتى الخلاع كيما قال نيتشا معناها نحنا نحبه الفضائح لكن مش الناس كل تنجم تخدمها اكيد فهمة فهمة ناس كيما نقولو اللي مهم هيش الاستراتيجية بش تكسب المال لكن فهمة ناس كيما قلت لك فهمة ناس متشابثة ما بدأها بقيامها اللي يقول لك ما انا من دخلش في اه شخصيات في الحياة الشخصية العبيد وفي الحميميات العبيد نعرف واحنا اش صار لانجيلا ميركل معناها من انجحها مستشارات في تاريخ المانيا تقريبا في اوروبا واقتصاد في اوروبا ويش صار لها مع زوجها معناها واختلتقته تسويره تاريخيا زيد الملك فاروق معناها تنجم ندخول كانت التسويره مع زنسيا في روما معناها واللي ارتقتها احد الباباراتزي معناها وصوره معناها كانت خليني نقول سباب مباشر لكن عملت ضرجة كبيرة في مصر ومبعد قام ثورة الضبط الحرار في مصر عام 52 معناها ديما ديما تأثر وفهم لي يخدمها مهما تكون احيانا يعرف نتائجها بش تكون كارثية لكن يخدمها يخدمها مع البلوش المهم استراتيجية بش يكسم منها حاجة سوى ستاتيو يتعرف وشهره او ماديا معناه ثم جانب اه تاريخي واختي نحكيوه على الباباراتزي والتقاط الصور كما قلت انت وعطيت زوز اه مثل مثال اه معاصر ومثال اه عنده اه عدة اه سنوات طويلة لكن اه اليومه كأنه الباباراتزي منلي كانت فهمة انه صورة تحضر ضجة كبيرة برشة لسنوات طويلة وتقع التاريخ وتمتد جيل بعد جيل واليوم احنا نحكيوه عليهم كاملها لكن في وقت طوى تحس اللي الالتقاط الصور هذي والباباراتزي وكأنه اه اليوم الانسان ولا يرقد بفيق على على الصور هذيه بعد طوى كأنه كان نقول لك نحكيوه في اللي في اللي في يصير في السنوات الاخرانية مع مواقع التواصل الاجتماعي مثلا طوى نحكيوه الاف معتنى من اللي مليسات لكن اخبال تحس اقل يمكن هذيه هو التأثير ازاي ده على اه على الانسان وعلى الخدمة هذي وعلى وعلى العباد وانجلي ايكيد ايكيد هو الانسان معنى يعرف معنى يترفق تحياته في ويمكن في ثلاثين سنوات تكنولوجية كبيرة واكيد كما قلت لك في سوشيال ميديا وتليفونيات وكل شيء معنى ووسيل تصوير تنوعت وكثرت معنى ولد العبيد معنى كيما نقوله اسهل معنى بشتقة حمحية العبيد حتى في مطعم في بار في اي بلاسة معنى ينجمل تقدلك تصويره وانت مفي بالكش معنى دونك اه اتطورت المهنة كيما نقوله ووسكت كلمة اتناول اه هيت نلتقتوها مهما كانت معنى سوى كانت صورة عادية معنى الناس نعرفوهم مشهير في السياسة ولا في الفن ولا ولا كيما نقوله حاجة غريبة اكزوتيك هكا حاجة حاجة غريبة معنى دونك التليفونيات متوفرة عند العبيد الكل والعبيد الكل تعمل تساور وتهب التريند على وسيل التواصل الاجتماعي وتكسب منها وهنا قاعدين معنى نشوفه في برشة معنى نماذج كيما قلت لك نجم تقول والد استراتيجية من استراتيجية الفعل في المجتمع لانه كيما نقوله احنا وباش من نتوردش في اه ذاتيا ونبقى ديما موضوعي معنى بوقت اللي الفرض يحس روح وفاقد المكانة اجتماعيا مهما حتى كيكون عنده مستوى كبير مستوى تعليمي الى اخه الى غير ذلك لكن ونشوف الواقعة عشنية ونشوف اقل منه مستوى وبابتكار اه هالطريقة هالي تريند ولا حاجة ولا انستجرام ويظهر في اه اعلاميا ويكسب منها مادين هو بده يطرح سويلا يقوله معناها شوف اه عشر الصورة معناها كيفاش ربح عباد ووصل عباد وخليهم وخسر عباد اخرين اكيد جدا خسر عباد اخرين واثر اه فيهم تأثيرات اه سلبية خلنختم معك لهنا على المجتمعات اه اه وانا نحضر في الموضوع ذا لقيت انه فما وثائقيات وديزر تيك اللي يحكيه كأنه مهنة في وقت من الاوقات في سنواتها كانت مرفوضة من المجتمع كانت فما حتى اه اللي يصور يكون خايف وحتى ردة الفعل كانت عنيفة بالنسبة للعباد اللي اللي فيقوا بهم قاعدين يصوروا غيروا ولي ساهموا حتى يقول لك دفلاش متاع الكاميرا ساهموا حتى في صاروا في وقت من الاوقات لكن المجتمعات هذية ونفس المجتمعات هذي في وقتنا طبعا تبارك المهنة هذي وتبارك انه الاقتناص الفورس واقتناص الفضاء هذي شو اللي شو اللي صار بالظبط تغيير هذا اللي صار شنية المفهومة بتاعه اكيد جدا كما قلت انت معناها قبل كانت كيلتق التصويره على غفلة كما نقول وفهمت لاحد المشاهير وكل شي نجم كيش لقبيد كونه ردة الفعل عنيفة ويعنف وصاعات ويفوكلو كاميرا الى خير ذلك معناها وحتى معناها حدفت عمد فايد وملك الديانة في باريز وقتها ويقولوا انه السبب هو اللي يصور بهم بعد قالوا شوفير الالكوليك المهم معنيها كانت تقابل بنوع من الايدانة فمثني لكن كما قلت لك تدريجيا مع عصر الصورة وكاننا طبعنا مع معنية الحياة هذه الخاصة للعبيد وكاننا طبعنا مع الفضايح والشوب صفة عامة فمثني نحن كما قلت لك مجتمعات لوجة عندها فوذول كبير بشتغر في حياة الاشخاص ووحظين يقول مجتمعات العالم كيفة معناها وكأنها طبعت مع الظاهرة ولت حاجة عادية في في ذل وهذه هو كما قلت لك لنعكاسة السلبية للوسائل التطور تكنولوجي كما عندها ايجابيات عندها سلبيات تأكيد هذي من السلبيات لكن كما قلت لك الافراد ولي قاسوا ماديين ما اللي رزموه في عصرنا هذا في عالمنا هذا وحاتي في مجتمعنا معنية ولا اللي عنده الميل وعنده الجيف فمثني هو اللي يملك المكانة الاولى في المجتمع دونك تولي هذي حاجات يباركوها العبيد وقول لك المهمة يعني في سبيل هنا حصلت فلوس وحصلت شهرة وتأثرها على الاجيل الناشئة معنية اللي تالعة معنية تشوفي نقولش نماذجة ما نقول امثلة كثيرة معنية وكأنه هاو طريق السهل اللي ما يطلبش تضحيات كبيرة جي ستقال تصوير ونجم نعمل تريند ونحبط وياخص ردي كبير ونوالي معروف مشهر ويبدأ هو في الصفوف اللي الاولى بتاع الشهرة معتها اه اليوم المجتمعات ما عادش نفرق ما بين المجتمع رافض الحاجة هذي وإلا ما هوش رافض وكأنه المجتمعات لكل دخلت في في منظومة واحدة وكأنه شعب كوني ومجتمعات كونية اه اه تتحدث نفس اللغة اه تخمم نفس التخمام اه حتى نفس الفضيحة تلقاها من بلاد لبلاد مع تأويلات لكل بلاد والنظرة بتاع المجتمع متاحها لك لانياه وكأنه ما هتمنين نحكيوها لحاجة بواقعية عالمية اكيد جدا اه يظهلي بعد احداث اه حداش سبتمبر الفين وواحد اه وكأنه اه بدينا نتحذثوا على عالمة المجتمعات وخلق مجتمع مواحد على العالم كامل وكيما قلت لك اه مرة اللي فات ما عادته الحصون يظهلي اه صعيب صعيب برشة معنى الحدود مفتوحة والفضائيات وسيل تكنولوجيا كبيرة دونك تحاولنا من ثقافة المجتمع اللي اللي فيه قيم محافظة ولي فيه الى مجتمع الثقافة بما معنى انه مجتمع منابت منابت النموذج واحد معناها المجتمع هو هنيش بالمجتمعات مع الفوارخ اخرى لكن معناها في في تناولنا البعض الظواهر تلقانا كيف كيف خاصة فيما يتعلق بوسيلة اه تطور تكنولوجيا معتها عاملت اه يظهلي معتش فم اختلاف لا 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 ما فيه ماش حدود للصورة معناه اليوم اه كل شيء متاح اه كل شيء مفتوح للنسك والدونك وما معتش معاش فم حدود حتى في الدول اللي تعمل رقابة كبيرة على وسيل التواصل معناه كما في الدول الدكتاتورية الاستبدادية كوريا الشمالية ولا اكيد لازم مش توصل حاج الصادية لازم مش يوصل حتى حتى مواتنيهم كي يسافروا لدولة اخرى يكيد بشي بشي يعرفوا اش صار في العالم وتوصل لهم يكيد. معاتش فم حدود. لا لا ما فماش حدود يكيد جد. يعطيك صحة. بركة الله فيك سي لحبيب الرياح الباحث في علم الاجتماع على كل هذه التفاصيل. راجعينا معكم شوية اخر. المواسطين معكم في اسكوندار حتى الماضي ساعة ونصف. حكاية تفضيحها باش نحكيه على واحدة من اكبر الفضائح المالية والسياسية في تاريخ اوروبا المعاصرة واللي هزت فرنسا في تسعينات القرن الماضي فيها رجال اعمال وسياسيين في نانسين وافرقة متهمين وتم التحقيق معهم لاختلاس اموال شركة طاقية. هذا الكل بعد الاخبار.